طيب عطر النهاردة اللي احنا نتكلم عليه عطر من شركة الماجد العود وفي اخر الفيديو هدي لك ملحوظة مهمة جدا هي تركها يا بسيطة انت ممكن تستفاد من العطر يعني تشتري عطر وتاخد فلوس هقول لك ازاي? خلينا بكلمة عطر عطر اللي معنا النهاردة هو عطر رنان رنان طبعا مجموعة من الزيتر العطرية اللي بتكون موجودة فيه الموازة فيها البرغاموت فيها اليوس فيه الحمديات بشكل عام يعني ان هي فيها تصميم مجموعة من الحمديات مميزة بتجي لها في مقدمة العطر وسط العطر فيه الياسمين وزنبك الوادي زنبك الوادي يا جماعة هنا صناعي مش طبيعي صناعي مش طبيعي اه معظم العطور دلوقتي برضو معلومة سريعة معظم العطور دلوقتي بيكون اه اكتر من خمسين في المية الى ستين في المية الى تمانين في المية بيوصل فيها سنتاتك يعني اه بتبقى عطور غير طبعية اه عطور بيتم تصميمها في المعامل اه الجزء الباقي منها بيكون اه عطور طبعي فطبعا بيكون مجموعة بين الاتنين يعني موجود بين الطبيعي وبين الزيوت العطرية اللي بيتم تصميمها في المعامل طبعا العطور الطبعية اه رحتها يعني اه في الزيت العطر انا بتكلم فزة جدا اه انتشار واسع جدا اه فواحان لا تتخيروا فده برضو زيوت الطبعية عشان بكسروا الحدة دي بالزيوت اللي هي اللي بيتم تصميمها في المعامل اه اللي احنا بنقول عليها سنتاتك تمام طيب بالنسبة للعطر في اليسمين في اه الفانيلا هيكون طاغ عليه اليسمين في لمسة سويتية لمسة سويتية بلمسة كمان من الفانيلا الفانيلا بتستقر معاك في القاعدة العطرية بتكون سبت معاك اه اكتر يعني العطر السويتي اه اشوفه اكتر يميل للنساء العطر اه اه انا شايفه هو نسائي بصراحة انا ما شوفوش ان هو ريالي اه افضل فترة ان انت تستخدمي فيها العطر بتستخدمي فترة الصباع اه طبعا سواء اه في الاجواء الحارة او الاجواء البردة انا شايفه مناسب لجميع الفصول العطر يا جماعة اه مميز جدا هيجي لك عليه كمان اطراءات ريحته من البرغاموت مقدمة العطر ما تكون من البرغاموت والحمضيات بتدي لك انطباع خاص كده اه تحديدا لما بتيجي تفوقي منهم دي دي لك يعني شعور بالحيوية والنشاط ده شيء برضو مطلوب العطر هو يومي سباته كويس جدا هيثبت معيك مسلا لاخر اليوم كسبات بالنسبة الفواحان هيفوح مسلا من ساعة نصف لساعتين انا شوفه من ساعتين كفواحان اه يكون مناسب جدا بالنسبة لك يعني اه طبعا اكتر من كده فواحان يا جماعة بيكون فيه مواد كيميائية اكتر من لازم فممكن يكون لها اضرار تاني يعني فيه ناس برضو بتتضرر في يعني ما يغركش ان هو يثبت معاك سبات اه اكتر فيه الناس بتتضرر على اساس اللي عندهم يجيب انفية واكتر من كده اهن برضو مشاكل في التنفس وحاجات زي كده العطر انا شايفه ان هو يكون مناسب جدا للعطور اليومية تقدر اني تضيفيه للاب العطور بتاعك كمان اسيب لك رابط بيزن لوصف الفيديو تغذي معلومات اكتر كمان وتقدر اني تحصل العطر من شركات مختلفة آآ كمان برضو في تسجيل لو انت سجلتي في الاميل يكون مميز جدا يجيلك الزيوت العطرية آآ يجيلك هجيلك العرضات والتخفضات كمان من شركات مختلفة وقت ما بيجي هنقدر نساعدك برضو نبعتلك ومعلومات عطرية حصرية فقط للناس اللي هتسجل الاميل بتاعها الموجود آآ ملحوظة صغيرة بعد تسجيلك الاميل مش بس كده الموضوع لا لازم نتأكد ان انتي اللي سجلت الاميل بتدخلي على الاميل بتاعك في آآ سواء الاميل بتاعك موجود في الرسائل الغير مرغوب فيها او اللي هو بتضغط عليها بتأكدي هتلاقي موجود رعوبت فيها بتأكدي تسجيلك في الاميل ده كل الموضوع آآ اتمنى انا نكون آآ افدتك اتمنى انا نكون قدمتلكم علومة مفيدة جدا تقدر ان تستغطيم العطر علاقة شكرا اشوفكم المترجم للقناة